عثى حضرته صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة شكر وتقدير لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا نصها خادم الحرمين الشريفين الأخ العزيز الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي أخي العزيز خادم الحرمين الشريفين الإعراب عن خالص تمنياتي لكم بدوام الصحة ومفور العافية كما أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير على ما بذلته المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادتكم الرشيدة وحينكتكم المعهودة في سبيل تحقيق الإنجاز التاريخي بالوصول إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الخالجي مستذكرا بهذا الصدد الجهود الخيرة والبناء لسموه أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثرى مؤكدا أن تمثيل المملكة العربية السعودية الشقيقة للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية إنما يعكس المكانة المرموقة لها ودورها الرائد في سبيل السعي لدعم أمن واستقرار المنطقة وحرصها على التكاتف ووحدة الصف في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها العالم والمنطقة إنما تم توصل إليه بين الأشقاء يعد إنجازا سيعيد لكيالنا الخارجي وعملنا العربية المشترك وحدته وتماسكه في مواجهة التحديات التي تعصف بالعالم أجمع وبما يمكننا من العمل معا في سبيل تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا المشروعة بالأمن والاستقرار والازدهار والرفاة مع خالص تمانياتنا للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بدوام التقدم والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة وتقبلوا وافر التقدير نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في الكويت الكويت في التاسع عشر من ربيع الآخر لسنة 1442 هجرية الموافق الرابع من ديسبر لعام 2020 ميلادية ترجمة نانسي قنقر